الله يسبحكم بألف خير مشاهدينا مستكملين معكم فقراتنا المتنوعة والتحديد والتركيز أيضاً رح يكون على استعداد واستقبال للعام الدراسي الجديد بس عدنا صدر الضوء على عمل إدارات مختلفة في وزارة التربية والتعليم اليوم الحديث عن الإدارة العامة للصحة المدرسية اللي بتهتم بموضوع تثقيف صحي تقديم أيضاً خدمات صحية التغذية أيضاً لاهتمام أيضاً بمرافق المدرسة إحنا وإنتم مهتمين أيضاً نعرف تفاصيل أكثر متعلقة بهذا الموضوع بس عدنا نقشنا أيضاً لإجابات على هذه الاستفسارات السيدة سوزان توطح رئيس قسم التغذية والمقاصف في الإدارة العامة للصحة المدرسية يسعد صباحك يا رب يسعد صباحكم أحلى وسهل فيكم كيف أصبحت الحمد لله بداية لنا ولكل المشاهدين تحكي لنا أكثر بالبداية عن عمل الإدارة العامة للصحة المدرسية في البداية بس بحب أصبح على المشاهدين وبحب أشكر القناة الفلسطينية لتسليط الضوء على هكي موضوع وخاصة إنه موضوع الصحة المدرسية هي بخص تقريباً مليون و300 ألف طالب اللي هنا بشكل تلت المشتبع فكتير مهم إنه نسليط الضوء على مثل هيك قضايا حساسة وناش عارفين هو قد كتار 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 بس بحب أحكي إن الصحة المدرسية هي مفهومها هو مفهوم شمولي بتطلع لتحسين الوضع الصحي للطالب في ظل بيئة معززة يعني إحنا نطلع كيف نخدم الطالب ونعزز السلوكيات والصحية ونخلق البيئة المعززة عشان تساعده على وتمكنه من إنه من المعارف والتوجهات اللي يقدر يتعامل مع تحديات الحياة المختلفة ويقدر يعيش ديماً الواقع اللي إحنا منواجهه اليومي بصحة يعني ببيئة كمان موفرة صحية بزرط هم بدي أصلك الإدارة العامة للصحة المدرسية هي عملياً بيكون مركز واحد ولا بتكون برضو منتشر في المدارس هل في المدرسة الواحدة بيكون فيه دائرة أو من خلال المركز الأساسي الإدارة العامة للصحة المدرسية على مستوى الوزارة إحنا عنا أربع أقسام عنا قسم للتغذية قسم للبيئة قسم للخدمات الصحية وقسم للتثقيف الصحي موجود طبعاً عنا 16 مدرية موزعات طبعاً في المحافظات بحيث أنه في كل مدرية في عنا قسم الصحة المدرسية موجود رئيس قسم صحة مدرسية أيضاً وموظف إدارية في عنا تم تعيين منذ ثلاثة أعوام في عنا كانت وظيفة جديدة له موظف صحة ميدانية في عنا 100 موظف صحة ميدانية على ألف مدرسة طبعاً كل موظف صحة ميدانية بيغطي عشر مدارس بحيث بيحيي الصحة المدرسية والبرامج وبيفعل على مدار العام بيظلوا معاها دول العشر مدارس وفي كل مدرسة أيضاً في عنا لجنة مصغرة اسمها اللجنة الصحية من معلمين ومرشد ومجموعة من الطلبة وشخصين من مجلس المحلي برضو بيطابعوا القضايا الصحية ممتاز اليوم بدأ نعرف أكثر عن استعداداتكم للعام الدراسي الجديد وأول شيء خلينا يعني بس نحكي صحة مدرسية نحكي هل في خدمات صحية تقدم للطلبة في المدارس مع ابتداء العام الدراسي الجديد طبعاً في عنا في بداية كل عام بيتم التنسيق مع وزارة الصحة عشان نغطي طبعاً أهم إشي عندنا تطعيمات الطلبة اللي هي لصف الأول والخامس والسابع والعاشر بتشمل كذلك فحص شامل لطلبة الصف الأول بحيث أن هاي الفحوصات بتكون فحوصات ومجانية بنعمل برضو فحص مع المؤسسات الشريكة ومع وزارة الصحة بيتم التنسيق بحيث أن هون يغطوا فحص السمع والنظر لأنها هادي بتقلقنا مشاكل حساسة كتير بتأثر على التعليم السمع والنظر لطلبة الصف الأول أو لل نعمل برضو للخامس والسابع والعاشر طبعاً ناخد هاي الفئة الحساسة لأنه كل فترة منتبحهم ومنشوف إذا صار النسبة كيف عنا زادت أو منقلت على أساس أن نوجه برامجنا حسب المشاكل الموجودة حالياً وحسب الاحتياجات الموجودة يعني قبل ما ننتقل على نقطة ثانية هذا يعني أنه كل طالب عملياً يصير فيه له ملف كل طالب في عنا إحنا ملف لكل طالب بيحمل رقم هوية الطالب أسمى ملف الطالب الصحي وإذا انتقل من مدرسة ثلاثة لازم ما بين بسيت تقبل مدرسة ثانية إلا لما يأخذ معايا هذا الملف الصحي وإحنا السنة الماضية وحالياً بنينا نظام أسمى نظام بطاقة الطالب المحوسبة بحيث يكون كل شيء محوسب والمدارس هذه موصولة مع المركز وهو الوزارة بحيث أي شيء يستجد على الطالب من الناحية الصحية إنها تتم فولو أب وتابع إليها باستمرار ممتاز يعني إحنا من بداية هذا الأسبوع ذكرنا وقلنا للأهل إنه لازم يقوموا بفحوصات لأبنائهم ولكن هاي بينسهل عليكم أول خطوة في فحوصات مجانية رح تقدم بتحديد السمع والنظر وهذا شيء مهم بس بحيث أضيف بس شغلي إنه إحنا للأسف الأول والثاني طبقنا عنا فحص للسماع السماع هذه السنة هاي عمانا في تور طرح العطاء لخمسمائة سماع على الطلاب بيعانن مشاكل السمع لسف الأول والثاني فالطلاب ينفحصوا العام الماضي وظهر عندهم مشاكل في السمع رح نتوضهم بسماع مجانية هذا العام لكل الطلابين لخمسمائة طائب اللي كان عندهم مشاكل الأول والثاني طبعاً بلاشنا أحنا عادة المشاكل بتطهن عندنا بالسف الأول والثاني أهم إش نتشافها مبكر عزيز إذنو ما يصير عنا مضاعفات ممتاز ممتاز لو سألتك يعني إحنا نحن نحكي عن خدمات صحية بس كمان بتوقع أنه الطلاب نفسهم يكونوا عارفين يعني أنه مثلاً ذكرتي أنه ممكن يكون في مشكلة أنه إذا إحنا كل ما عرفنا أبكر كل مكان أحسن بالضبط والطالب كمان إذا تعود أنه يدير باله على صحته ويعرف يتعامل مع حاله هذا الشيء كتير مهم فهل في عمليين تثقيف صحي للطلبة؟ طبعاً في عنا تثقيف صحي إنحنا من للطلبة أو للمعلمين في عنا نظام اسمه نظام التحويل من ضمنه إحنا من ندرب كل المعلمين أنه المعلم مش بس عليه يدخل على الحصة الصفية ويلقى الحصة عليه تابعين انتبه على الطلاب إذا لاحظ أي مشكلة على طالب أنه يتواصل مع منصق اللجنة الصحية ومع منديل المدرسة أنه الطالب واضح عليه هذه مشكلة معينة يعني أنه مثلاً وشه أصفار مش عم بسمع منيح مش نظره عماله بضيق مثلاً عينه عشان ينتبه على اللوح أنه ينتبه على الأمور هاي في عنا تدريب إلو وفي عنا الطلاب المعنين لهم إحنا التعلم باللعب ودورات يعني يتعلموا بالترفيه أنه كيف نوصل لهم المعلومة الصحية بطريقة مش تلقينية بطريقة معززة ففيه برضو إحنا منعته تثقيف للطلاب أنه كيف ينتبهوا حالهم مبكراً برضو أولياء الأمور دورهم كتير مهم كتير يدعو أولياء الأمور ومجتمع المحلي لأنه دور أولياء الأمور برضو بعده فترات مع طلابهم كيف يتبعوهن يكتشفوا الحالات مبكرة قبل ما يصير في مضاعفات هذا كتير كتير مهم لأنه يعني كتير مرات إحنا كمان بس يكون فيه إخفاق من جانب الجهات المسؤولة بنلومهم أول إشي ولكن بش مهم يكون عندنا إدراك أنه هي عملية تشراكة ما بين الأطراف المختلفة فالأهل أكيد عليهم كمان دور ومنهم إحنا كنا حابين نسمع منكم أكثر عشان كمان يدري كل أهل دورهم بشكل أكبر طب لو سألتك عن التغذية وهو موضوع يعني حتى إحنا طول مثلا العام الماضي بنناقش عن المقاصف المدرسية كيف بدكم تقدموه كيف بدون يتم مراقبة هذا الموضوع إيش تحضيراتكم بالنسبة للتغذية التغذية إحنا طبعا انتهينا من التحضيرات التغذية بالنهاية بتهدف لتحسين وضع التغذية والطالب وتعديد السلوكيات التغذوية لأنه صاراها عندنا في مشكلة في السلوكيات التغذوية عندنا في بعض السلوكيات بالطلبة وخاصا عاية الإفطار الصباحي في عنا 40% من الطلاب بتوجهوا للمدارس بدون إفطار وهذا بخلق لمشكلة في عملية التذكر واسترجاع المعلومات والانتباه في الحصة الصفية وخاصا في الحصة الأولى وبنتبهوا كتير المعلمات إنه في الحصة الأولى الطالب بيكون لسه منعوث ففي عنا مشكلة فإحنا اشتغلنا على الجانب هذا بأكتر من إطار أول إشي إحنا عدينا وانتهينا من الخطة وتوقيع الاتفاقية مع المانح البرنامج الأخذية العالمية تزويد 60 ألف طالب في المناطق النائية طبعا عنا معيين لاختيار المدارس إنه دولة 60 ألف طالب في المناطق بدوية مناطق مهمشة بتلقوا كل يوم حليب مدعم بعشر فيتامينات وقطعة من التمر وزنها 60 جرام هذا بشكل مجاني هذا بشكل مجاني يوميا 60 ألف طالب في الضفة على مدار 160 يوم دراسي بالإضافة إلى إحنا منعطيه ومعاه بتم بث رسائل صحية عن أهمية الإفطار أهمية الغذاء الصحي والغذاء المتوازن طيب المدارس اللي ما حظبت بهذه الفرصة نميح الأهل يعطوهم كاسة حليب وتمرة يعني يساعدوا كمان بالضغط وعمية الإفطار وكتير مهم حتى لو ما أفطر بقولونا المياد دمان في مشاكل في الإفطار ما بردوا الصبح إنه ناخدوا بيكون مش حابب الطفل يأخذ إنه لو كمية قليلة لو حليب لو سنديش صغيرة والجزء الثاني المكمل التعطيس تنويشية كلها في المدرسة إنه ولا مرة بيكون المقصة في المدرسة هو بدير عن تحضيرات البيت أو أكل البيت هاي هو النقطة كتير مهمة وجوهرية مقصة في المدرسة وانتي عاملة في مجال أيضا المقاصف يعني هاي مساكنا للطرف المهم تقريبا صليك تسع سنوات تشتغلي في هذا المجال حكينا عن المقاصف يعني إحنا ندرك يعني بناجل نوم الطفل لأنه إذا بشوف شبس بشوف هاي الأشياء فيش حد بقدار يمسكوا عن هذا الموضوع ولكن دور وزارة التربية والتعليم في مراقبة المقاصف وأنا يعني كمان بعرف إنه وزارة التربية والتعليم على مدار الأشهر السابقة قدمت أيضا دورات لأصحاب المقاصف بس يعني يعني حكي لنا شو فيه جديد لهذا العام في المقاصف هلا إحنا وجهنا رسالة ودعوة الشراقاء في وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ومؤسسة القياس المؤسسة المواصفات الفلسطينية لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة المقاصف لأنه أهم إشي أنا بنزل تعميم مع المقاصف إنه ممنوع الشيبس طبعا إحنا كل هلأ صار عارف إنه الشيبس والبامبا والمشروبات الغازية والمشروبات الطاقة جميعها ممنوعة في المقاصف الآن أنا بطور قاعد باللجنة الوطنية هذه التابعة للمقاصف بحتى أنها تنزل على المقاصف بشكل دوري وانتابع عملية تطبيق التعليمات الخاصة بالأغذية المنوعة هذا القرون جديد؟ يعني هذا العام الشيح نلاقي الشيبسات ولا هو إلا هو كان المنع تماما لسنة لمرأة طبعا يعني بقدر أقول لك 60-70% من المدرسنا كان فيه التزام بقرار المنع لأنه كانت هناك مخالفات وإنظارات لضمين المقاصف هو مش الشيبس الشيبس أي احنا كنا عامين دراسة أي مادة غذائية لا يوجد فيها محتوى غذائي جيد لا يوجد فيها ألياف لا يوجد فيها إبروتين لا يوجد فيها نسبة سكريات عالية نسبة دهون عالية منعناها في المقاصف وإحنا كل سنة من نزل تعميم حاليا بلاش عملية التضمين للضامنين المقاصف للمقاصف المدرسية وللجمعيات النسوية فإحنا من نزل تعميم بكل الممنوع والمسموع عساس أن الضامن يكون عارف بداية العام الدراسي إيش عليه يشتري وإيش عليه ما يشتري لا يوجد انتقاء الأنواع معينة أنه تم استثنائها وتم فرضها لا جميع أنواع الشيبس لأنه تضح أن قيمة التوغذائية كتير متدنية بالإضافة أن الطلاب يقبلوا على شراءه بشكل كبير يعني الطالب عمله يشتري بكاته بكتين مما يحل محل وجب غذائية رئيسية وهي الإفطار يجمع مفطر يلاقي بكات الشيبس معه ويروح ما يتغدى برضو بكات الشيبس معه على الأقل هذا رح يكون قرار يعني يطبق من قبل المقاصف الرسمية إذا الأهل بيحبوا يبعث وهذا بصفي قرار شخص صحيح إحنا بنعمل دورات ولقاءات مع الأهلين نوعيهم لأنه إحنا بهم إنه السلوك يتعزز داخل المدرسة وبرى المدرسة إحنا إذا نقول المدرسة يعني هي البؤرة الكبيرة في المجتمع هي البؤرة الأكبر يعني أنا صاح بدي أواعي الطالب جوى المدرسة عشان ينتقر السلوك للمجتمع ككل نذكر إحنا كل الذكريات إنه فرصة مع شبس إنه كانت شبس والمقاطف كانت كلها شبس لا إحنا عمنا نخلق بإطلع بدائل تغذوية إحنا نمنع إشي بس عنا بدائل تغذوية عشان هيك إحنا أعطينا في عنا نظرة وسياسة في الوزارة إنه إحنا نضمن المقاصف حاليا لجمعيات نسوية عنا تقريبا 80 جمعية نسوية ما يخطي 350 مقصف حلق الجمعية النسوية إحنا طبعا في عندها شروط الزيادة عن الضامن العادي إنها هي لازم يتوفر إغذاء صحي محضر منزليا للطالب حيث نلاقي المعجنات نلاقي الترموس نلاقي الدرة نلاقي كل الأشياء هاي الصحية ففي أشياء ممكن تكون بديلة درة وطرموس ممكن يكون بزرطة إحنا منحط كتير بدائل الطلب حتى إن الجمعية عليها شهري إنها توفر وجبة كوجبة جماعية للطلاب مجدرة الأوزي الكبة التبولة ففي عندنا مثل هيك في مجموعة من المدلس ونزحة الجمعية النسوية وأثبتت أنه هي أقدر على إدارة المقصف من الضامن العادي وعلى التزام بتعليمات المسموح والممنوع ممتاز وأحب نتطرق لهذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر في فقرات لاحقة وبلكن بعزمونا على فطور جماعي مرحبا بكم ولكن فعلا هذا أسلوب جدا مهم وممكن يكون إقناع الأهل هو أهم شيء أن الطالب كمان يكون مقتنع والطفل يكون مقتنع فممكن يكون أسلوب جيد أنه إحنا منقول للطفل أنه أنت بتروح للمدلسة وبس ترجع في عندك واجبة واحدة من أنواع مختلفة من الأشياء الزاكرة ممكن متعود عليها مرة واحدة ويكون هذا يعني بطلب من الأهل ومراقبة من الأهل عشان يكون حارج عن النطاق صحيح هو بسيء الإشي تدريجي يعني أنت تمنع الطالب مرة واحدة عن شيء ما أظن ديش صاروا مدمنين علي الطلاب بس على أقل مرة واحدة أولها مرة بالأسبوع بعدين مرة بالشهر بعدين هلأ خففنا كثير حتى بشكوا على بعض صاروا لما أنه بشتوا الشيف هو بتها متابعة كثير من الأهل للمعلم دور وهو المعلم هو القدوة والمدرسة هي القدوة بس برضو الأهل لازم يتابعوا ويعطوا أهمية كثير لغذاء الطبيع أي مشكلة صحية لما نرجع لأساسها من لقيها هو الغذاء وخاصة لما بيكبر الواحد لما يرجع لما ضيئ إش كان يأكل بحيث أن الأكل الصحي هو اللي خلق الجسم الصحي والأمراض قلت عنا والأمراض المزمنة اللي عملوا بجهة البلد من سكري وضغط وارتفاع الكوليسترول والسمنة الزائدة كلها نتيجة الغذاء الغير متوازن وغير الصحي 100% وإحنا أكيد كمان في حلقات قادمة رح نتناول بالتفصيل إيش ممكن يكون بداء لمكملات غذائية ممكن ترافق الطلبة في مدارسهم يعني آخر شيء أسألك فيه عن البيئة المدرسية يعني لو حكينا عن هل تقوم بمراقبة أيضا الإدارة العامة للصحة المدرسية نعرف مثلا على سبيل المثال مع بداية العام الدراسة ونحن نحكي عن صيف طويل كثير من المدارس كان العام الماضي في عندهم مشاكل أنه في الشي مي وتم تصوير تقارير في مناطق مختلفة خزنات مي إما تكون فيها كلس كتير في مشاكل في المي وبالإضافة لترتيبات أخرى متعلقة بالصحة من خلال المراسق الحمامات وجود حتى صبونة كيف تحكينا عن هذا الموضوع؟ في هذا الموضوع في بداية العام حاليا نزلنا تعميم لجميع المدارس ما يخص السلام العام وكيف الإجراءات المتبعة تنظيف الخزنات الخزان يجب أن يتنظف مرتين بالفصل بحيث يتم تزويد جميع المدارس بكلورين مجانية على ستستعمل عملية كالورا وتنظيف لهاي الخزانات مظبوط بالنسبة المناطق النائية في بعض المدارس فعلا 25 مدرسة تم رصدها أنه ليس موصولة بشبكة مياه عامة بتم تزويدها بمياه تنكات مجانية بالتعاون مع المؤسسات المانحة بحيث أنه نوفر المياه صالح لاستخدام للطالب طبعا من تابع طوال العام الدراسة عملية تأهيل وبناء وحدات صحية بحيث تتناسب مع عدد الطلاب ومنجري دورات تدريبية لكيف السلام العامة كيف الإخلاق كيف الإطفاء في المدرسة نعمل إسعاف أولية للطلاب تقريبا كل سنة في كل مدرسة 30-40 طالب مع معلمين بتدربوا على الإسعافات الأولية بحيث إذا صارت أي مشكلة في المدرسة يقدروا يقوموا بالإسعافات اللازمة بعدها كل سنة في عنا برنامج قصنا برنامج غسل الأيدي نعمل أنشطة بتخص عملية النظافة الشخصية والنظافة العامة لأنه تضح أنه 80% من الأمراض اللي بتصيب الإنسان هي كلها ناتجة عن عملية تلوث الإيدان فغسل الإيدان هو بإصطفة عملية أساسية للمحافظة على صحة الجسام وفي عنا حاليا احنا وزعنا دليل اسمه دليل السلام العامة ومتدرب عليه قاعدين الطلاب ومنصقين اللجان الصحية في المدارس يعني نتمنى الجميع فعلا يكون الشريك ويأخذ بعين الاعتبار لكل هذه النصائح آخر شيء بدي أطلب منك توجهي نصائح بالتحديد الآن للأهل يعني إيش في دور أنتوا تتوقعوا أنهم ياخدوا إيش النصائح أنت تحب تقدميها للأهل بهاي المرحلة أنا دائما أنه يمكن من باب الاهتمام بالتغذية أول نصيحة بحب أقدمها ما يتعلق بالتغذية أهم إشي برجع بقول الإفطار أنه لازم يفطر ببيت ولو أنه الكمية كانت قليلة فكل مرة أنا بعز عمية الإفطار ثاني إشي أنه أحضر للطفل أنه واجبة الساندوش تكون معاه من البيت مع الفواكه يعني مع قطعة خضار مع قطعة تفاح وبحكي يمكن لأولياء الأمور والأباء اللي بوصلوا أولادهم على المدارس أنه ما ننزل لأولادنا إحنا باب المدرسة لأنه عودنا أولادنا كتير على الراحة وصارعنا سمنة زائدة لأنه الطالب مش عم بمشي يعني في الأيام المعتدلة اللي بيكونش فيها الجو ماطر أنه ننزلهم في مناطق بعيدة شوي على مدرسة خلي الطالب تعود أنه يمشي يعني عزز عملي عاية موارسة الرياضة اللي عنا تقريبا بس 15% ممكن أن الطلاب اللي عندهم عاية موارسة الرياضة بحب أقول أنه نهتم كتير بالنظاف الشخصية خاصة قضية غسل الأيدي أنه لما بدخلوا على البيت الطلاب يكونوا مروحين يعني من المدرسة يعني أنا بتأكد أنه كل أم لما بيشوف ابنها على المغسل لما بغسل إيدي كيف بيكون لون إيدي وخاصة طول النهار ببري وخاصة المرحلة الأساسية أنه نهتم بقضية غسل الأيدي وبقضية النظاف الشخصية الاستحمام خاصة في الجو الحار هذا وقضية تغيير الميابس الداخلية اللي هو كتير إحنا بركز على أطفالنا كيف يغيروا دائما يعني ملابسهم والأم أنه تعطي انتباه لطفلها إذا صارت عنده أي مشكلة لون وشه أصفر لون أضافر مش طبيعية مشكلة في النطق مشكلة في تسوس أسنان يعني هذه الأشياء أي أم تقدر تلاحظها يعني وأنها تتوجه دائما أو للمدارس عشان يتناقش مع المدارسة هم جدرون إحنا قدرين فكرة إنه إحنا نتوجه للمدارس باش عشان ناخد الشهادات والعلامات ونسأل إنه هو منيح بصف ولا لا يعني أم أتمنى إنه الأم تستجيب للرسائل الصحية اللي تيجي والاجتماعات اللي تطلب منها هتكون موجودة في المدرسة عشان تسأل على الوضع الصحي يعني الوضع الصحيح أنا بحب بأقول لكل المهات الوضع الصحيح مرتبط ارتباط وثيق والوضع التعليمي إذا فيه صحة منيحة التعليم والتحصيل الأكاديمي رح يكون أفضل 100% يعني باتفق معاك 100% وكمان كان فيه توصيات من العام الماضي إنه كثير مردات بيكون فيه كمان إنه المدارس بيصيروا يعني مشان الله الأهل يجوا يحضروا الاجتماعات بزعت بزعت إحنا رحظنا إنه كل سنة عماله بزيد لأنه بدلنا نشوف الأم اللوم هي ابنك مش شاطر هي ابنك ثلاث الأميات استحبت يجي أميات الطلاب الشاطرين والأميات اللي بنا يجوا ما كانوا يجوا بس لأ اتغيّت النظرة وصار الوضع أفضل يعني بهاي المناسبة أبنع عطينا اليوم نصائح للأهل منيحكي لهم إنه هم كمان يعني بدهم يبدو هلأ يعني مش بس الطالب يديبنا مرحلة جديدة بالتحديد المرحلة الأساسية للأهل كمان بدهم يساعدوا للعام الدراسي الجديد والحقيبة المدرسية إنه حاولوا يرتبوا الطلاب على البرنامج وما ياخدوا إنه هذه المشكلة في إنحناء العمود الفقري بالضبط حاولوا يرتبوا على البرنامج ويشوفوا إنه مرتبين على البرنامج إنه كل يوم بيحملوا نفسها الشنتة أكيد 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 أمد أشكرك على كل هذه النصائح أكيد وأكتر حدا يمكن سمع نصائح في هاي المقابلة جود إن شاء الله إن شاء الله عخير رح تكون جود مولودة جديدة بالأشهر القادمة إن شاء الله في شهر عشرة ألف ألف مبروك لإلك شكرا بيشكرك أنك جيتي رغم كل هذا التعب أيضا بيشكرك أكيد أنك جيتي معنا واليوم قدمت لنا كل هاي النصائح شكرا لكم على هاللقاء الحلو رح تكون العافية شكرا إليك شكرا لجود أكيد كمان إن شاء الله إذن مشاهدين هاي النصائح قدمناها بشكل عام بما يتعلق الإدارة العامة للصحة المدرسية تحضيراتها أيضا متوصيات للأهل وبالتأكيد مستكملين خلال مدار الأسبوعين القادمين مع ابتداء المدارس بتقديم نصائح من الجزار التربية والتعليم للأهالي وأيضا العملية رح تكون عكسية رح نسمع عن تحضيرات أيضا للأهالي في داخل منازلهم لعام دراسي جديد إذن رح ننتقل إلى فاصل والحديث ما بعد الفاصل عن أش إشكالية العددات في تكسيات والمواصلات العامة إبقوا معنا بعد هذا الفاصل